بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته أحمد الكاتب يتذكر الحلقة الثامنة عشرة انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية وافتتاح الإذاعة العربية في عبادان تفجرت الثورة الإيرانية بشرارة قام بإشعالها كاتب في صحيفة اطلاعات الإيرانية هاجم في مقال له الإمام الخميني ووصفه بأنه من أصل هندي حتى يسقط على أساس عند شعب الإيراني فخرج وهذه نفس الطريقة مالتصدام حسين أي واحد معارض إليه هذا صار إيراني بإيران نفس الشيشاك كان يعمل أي واحد يعني معارض إليه فيحاول أن يحث من من الشعب ويتهم أنه هذا هندي أصلا وإذا كان أصلا هندي يعني ثمه ماذا هو مولود هناك هو أباء وأجداده يعني من فتش يعيب هذا واحد يكون أصلا هندي ولا فارسي ولا عربي ولا تركي ولكن هذه عقلية الطغاة دائما فخرج طلبة العلوم الدينية في قوم في مظاهرة استنكار وردت عليهم السلطة الشاهنشاهية بإطلاق النار فسقط عدد من الشهداء وهنا التقط الإمام الخميني الخيط فطالب بخروج الشعب الإيراني لمظاهرات احتجاج في أربعينية شهداء كوم وفي مظاهرات الأربعين سقط عدد جديد من الشهداء في مدينة تبريز أكبر من عدد السابق فطالب الإمام بخروج مظاهرات أخرى في أربعينيتهم وهكذا بدأ الإيرانيون يخرجون في مظاهرات صاخبة كل أربعين يوما وتزداد مظاهراتهم قوة وكثافة ليسقط عدد منهم عدد جديد من الشهداء أكبر من المرة السابقة إلى أن خرج الشعب الإيراني كله في مظاهرات اليوم التاسع والعاشر من شهر محرم سنة 1399 هجرية 1979 والشاه يعني طلع في هلكوبتر حتى يشوف المظاهرات وإذا شاف الملايين تهتف ضده فاقتنع الشاه بالرحيل وبدأ النظام الإيراني يتهاوى إلى أن حل الإمام الخميني في طهران في الأول من مارس يعني شباط 1979 وعين أول ما نزل من الطائرة خطب بالناس وعين السيد مهدي بازرقان اللي كان رئيس حزب كبير في إيران عينه رئيسا لحكومته في مقابل حكومة باختيار اللي كان الشاه معينها عندما خرج وهو آخر رئيس وزراء شاهن شاهي الذي هرب يوم 11 أشباط وانتصرت الثورة الإسلامية في إيران بل بساطة يعني ثورة شعبية كانت بالملايين وكان العالم العربي يتابع الثورة يوما فيوما نظرا للسياسة الصهيونية التي كان يتبعها الشاه أما نحن في العراق وفي الحركة الإسلامية والحركة المرجعية بالخصوص اللي كنت أنتمي إليها فقد كنا نتابعها منذ انتفاضة 15 خرداد 1963 وقد كنت ضمن فريق الكشافة في مدرسة حفاظ القرآن الكريم في استقبال الإمام الخميني في كربلاء سنة 1965 عندما هجره الشاه إلى العراق وأقمنا في الحفظة الكربلائية علاقات وثيقة وعملية مع جماعة رجال الدين المناظلين في إيران كعندهم تنظيم من طلبة العلوم الدينية سما تنظيم رجال الدين المناظلين في إيران التي تشكل خط الإمام الخميني تقريبا والتي تحمل نفس الأيدلوجية التي نحملها هو المنظومي نفس الشي يعني وهي نظرية ولاية الفقه وإحنا كنا نقوم بها ونتعارك عليها بالستينات مع بقية الأحزاب ولهذا فقد كان انتصار الثورة الإسلامية في طهران انتصارا لنا أيضا وكنت ضمن الأصدقاء الإيرانيين جلادين فارسي وآخرون كانوا في بيروت يعني معارضة في بيروت فاقتحموا السفارة الإيرانية وأنا ذهبت معهم وكنت ضمن الأصدقاء الإيرانيين الذين اقتحموا السفارة الإيرانية في بيروت صبيحة الانتصار حيث استسلمت السفارة بسهولة ودون أيها مقاومة بل واستطعت الحصول في نفس الساعة على وثيقة سفر إيرانية جواز إيراني باسم وهمي كان يعطون لكل الإيرانيين الموجودين هناك أي واحد يدي يروح الإيران مثلا ما عنده جواز وكذا بسرعة يعني أجبروهم بالحقيقة باسم وهمي في اسم واختلقناه وبسرعة عطونا بدون بدون أن أمتلك أي وثيقة إيرانية ولا أعرف الفارسية وهم ما سألوني عن أي وثيقة أيضا يعني هكذا وحتى لم أكن أعرف كتابة الإسم بالطريقة الإيرانية وهي تقديم اللقب على الإسم وفي اليوم التالي حملت عكازتي كانت رجلي مكسورة ذلك الأيام إثر حادث كما حددتكم يوم أمس وسافرت إلى الإمارات العربية حيث كنت أحتفظ بإقامة رسمية هناك وجددت جوازي في السفارة العراقية في أبوظبي أي كان منتهي تقريبا عشر سنوات صار له وانتقلت إلى الكويت أقل من عشر سنوات كانت 73 أخدت ولكن كان منتهي يعني جددت واحد جديد وانتقلت إلى الكويت لأنضم إلى أول مجموعة كويتية وعربية تسافر في طائرة من الكويت إلى طهران بعد خمسة عشر يوما من الانتصار لتهنئة الإمام الخميني قائد الثورة افتتاح الإذاعة العربية وتعرفت في طهران على الهوية الحقيقية للشيخ أبو أحمد السميعي صديقنا القديم هذا وإذا بيطلع هو منه محمد المنتظري وكان أضوى في مجلس كادة الثورة أو قريبا منه كان سري إذا لم يمعلم كله يعني وطلبنا منه أن يسمح لنا بافتتاح القسم العربي من الإذاعة الإيرانية الذي أغلق عند الانتصار وهكذا طبعا هو وافق بسرعة وجاء معنا إلى مبنى الإذاعة والتلفزيون وهكذا ذهبنا إلى مبنى الإذاعة والتلفزيون في جامجم في شمال طهران وأخذنا وأخذنا من مديرها الجديد السيد صادق قطبزادة اللي أصبح وزي خارجي بعدين رسالة إلى إذاعة الأهواز في الرسالة كتبوها وأخذناها ورحنا وذهبت فورا مع أحد الأصدقاء وهو الدكتور السيد محسن القزويني الباكري رئيس الجامعة جامعة أهل البيت الإسلامية في كربلا حاليا ولم أفهم أو لم نفهم هو معرف لم نفهم ماذا في الرسالة في الرسالة بالفالسي مكتوبة ولكن حسبناه يعني أعتقدنا الشكل أمرا بتعييننا مسؤولين عن الإذاعة ولم نستطع فتح إذاعة الأهواز ما تعاونوا معانا فذهبنا إلى عبادان ونزلنا ضيوفا على الشيخ حبيب الطرفي أضو اللجنة الثورية عربي الذي أرسل معنا شخصا إلى مبنى الإذاعة العربية أنه هذا تعاونوا إياه وكان حاكمين تقريبا اللجنة هي اللي كان تحكم العبادان كل مدينة كان فيها لجنة ثورية وكل محلة وكل منطقة فجمعت الموظفين وطلبت منهم مباشرة البث هذا اليوم لمدة ساعتين في المساء وكان يتكلمون عربيهم طبعا كلهم قسم العربي وأرسلنا إلى فرقة موسيقية شعبية فجاءت ولحنت الترجمة العربية لنشيد انتصار الثورة اللي بالعربي كان خمين يا امام جابوا دنابقهم وقام بدقون ورأسا سجلناه بالثناء خلال ساعة واحدة وكتبت مقالا افتتاحيا وحررت مع زميلي السيد الباكري سيد محسن القزويني نشرة الأخبار وتأهبنا للبث في نفس اليوم وفي هذه الأثناء جاء المدير السابق إيلي حداد كان او مدير التحرير كان بالحقيقة هو وهو مسيحي لبناني فقال بأن الرسالة التي جلبناها معنا من سير قطب زادة لا تكلفنا بإدارة الإذاعة ما في شيء أمر بي أنه نكون مدراء للإذاعة وإنما تسمح لنا أو تطلب من الإدارة التعاون معنا فقط وطالبني بالقيام من كرسيه أنا كنت جالس في مكانه وندير العملية فقلت له يعني أيام الثورة كانت غير شكل بالحقيقة فقلت له يبدو أنك لم تفهم أن ثورة قد حدثت في إيران وتصلت فورا باللجنة الثورية لمدينة عبدان وشرحت لهم القصة أن هذا ما يقبل يعني يريد يعرق العمل فجاء عدد من عناصر اللجنة المسلحين ودخلوا الغرفة سائلين على المدير السابق وعندما شاهدهم أعلن استسلامه واستقالته من الإدارة أو من رئاسة التحرير وبعدين سألني هو جالس سألني كيف ستبثون اسم عبادان باللغة العربية أو باللغة الفارسية أبادان كانت لذا دائما تستخدم هذه اللفظة هنا أبادان فقلت له طبعا باللغة العربية أبادان فراح من وراء ظهري اتصل برئيس اللجنة الثورية في المدينة وأخبرهم بذلك أن هذا سيبث هنا عبادان وإذا أتلقى اتصال هاتفيا من رئيس اللجنة يطلب مني أو في الحقيقة يأمرني يعني مو طلب هو حاكم في المدينة بعدم استعمال كلمة عبادان فبالثين خلال رتبنا البرنامج نفس اليوم وبالثين نفس الوقت ولدى خروجنا في الليل من مبنى الإذاعة سمعت صوتا من وراء جدار أو يعني حاجز شي يصرخ إيست إيست ولم أفهم المعنى معنى إيست شنو ما ما أفهم هو كلمة فارسية بسيطة يعني بمعنى قف والتفت يمينا وشمالا وما شفت أحد بس أسمع صوت من بعيد ثم سرت خطوات أخرى إلى الأمام فتكرر الصوت مرة أخرى إيست وأدركت أنه لأحد الحراس ولكن ماذا يعني لا أعرف ويبدو أن صاحب الصوت أدرك من خلال حركتنا وتوقفنا والتفاتنا أننا أصدقاء يعني مو أعداء جاي من بره وذيك الأيام كانت يعني في الشهر الأول من الثورة هذا الكلام وعرفت فيما بعد أنه كان يطالبنا بالوقوف باللغة الفارسية وكاد يطلق علينا النار لقد كان شعوري لا يوصف وأنا أكتب التعليق السياسي اليومي بعد الأخبار وكله موجه إلى العراق والعالم العربي داعيا الجماهير إلى الثورة على الحكام الظلمة الطغاة وبالخصوص نظام صدام ولكن لم تمضي أيام حتى جاءنا أمر من رئاسة الإذاعة والتلفزيون في طهران بعدم التهجم عن نظام العراقي وذلك التزاما باتفاقية الجزائر بين إيران والعراق عام 1975 والتي تقضي بعدم شن حملات إعلامية بين البلدين ولم يكن أمامنا طبعا إلا الامتثال إلا أني واصلت نفس المنهج ولكن بدون أسماء لا أسم صدام ولا أسم العراق الظلمة الطغاة المتجبرون الكذا بصورة عامة قلنا نتكلم فقال لي مدير الإذاعة بأني عندما أستمع إلى كلامك يتبادر ذهني بسرعة إلى العراق والنظام العراقي قلتهم ماذا أفعل يعني كنت أشعر بأن قاب قوسين أو أدنى من الثورة الإسلامية في العراق فاليوم إيران وغدا الأراق لذلك كنا متحمسين لدعم ثورة الشعب العراقي استمر عملنا في القسم العربي لإذاعة عبادان حوالي ثلاثة أشهر إلى أن تم نقل القسم إلى طهران وسأنا وسنوافقكم عما حدث بعد ذلك في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر